طب تعالوا نروح لزمنا برضو فروس الله وناخد معالقاء مع زياد طارق اللي أحرز الهدف الرابع النهار الجديد يا جديد التحية من كابتن عيمان شوقي وضيوفي الكرام واحد من مواهب قطاع الناشئين وبالمناسبة واحد من الأيبة والرهانات اللي كان بيران عليها الكابتن عادل عبد الرحمن في قطاع الناشئين بالنادل آلي واحد من الأيبة اللي خاد الفرصة في شكل كبير مع فريش الشباب في النادل آلي النهاردة بيتقلق في المباراة وبيحرز هدف من الأجمل الأهدف في اللقاء طارق أو الحاوي وكابتن أوليد سيمان طبعا قال خليفة في الملاب زياد برحب بيك على شاشة طاقنات النادل آلي تحيات الكابتن أيمن شوقي كابتن علاما يهوب كابتن أسامة عرابي كابتن عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال مبروك الهدف مبروك الأداء مبروك الثقة اللي بقت موجودة في أداء زياد طارق تحياتي لك يا فاروق تحياتي لكابتال في الستوديو والحمد لله أداء كويس من الفرقة كلها عملنا ماتش كبير وكنا مركزين جدا في الماتش قدرنا أن إحنا في الأول في أول ربع ساعة نجيب جونين ونمسك الماتش بقى من أوله لما نزلت الزمايلي بقى بدأوا يساعدوني أن أنا إن شاء الله أقدر أجيب وأسجل وأدخل في الماتش على طول يعني ما أخدش وقت فالحمد لله ربنا كرمني نهاردة زياد بعد الهدف وأنا كنت يعني بعد متهاء المباراة أول مكالمة وجات لك من ست الكل والدتك طبعا وأنا عارف حجم المجهود اللي عملته معك وانت موجود في قطاع النشئين الأهلي من خلال قناة النادي الأهلي حابب تقولها لي طبعا يعني هي البركة وكل حاجة في حياتي أمي ربنا خلها لي يعني مش عارف أشكورها وأقولها يعني مش عارف أوصف كلام لها فهي بالنسبة لي كل حاجة يعني كابتن عادل عبد الرحمن راهن عليك وقال إن واحد من الموافق على النشئين في النادي الأهلي حابب من خلال قناة النادي الأهلي تقول لي كل المداربين اللي يعني كانت لها دور مع زياد طارق في النادي الأهلي تقول لي طبعا بشكور كابتن عادل هو يعني تعب معي جدا وإحنا وإحنا في النشئين كان مسكس سوعة تسعين كان بيصعدني دائما على طول معه هو وقت على طول بيكلمني إن أنا أركز وأشتغل على نفسي وأتعب فالحمد لله ربنا ربنا كرمني يعني واسمعت كلامه وبشكوره طبعا على النصائح اللي هو كان بيولي هالي زمان أنا شايف مصطفى شوبر أنا عارف إن مصطفى شوبر الدويتو وأنا عارف إن فيه بيت تاني الزياد والعزومة طبعا أنا عارف العزومة ووالدة مصطفى شوبر طبعا إحنا تعبينها معك أنا عارف حاب برضو تقول لها إيه لأن أنا عارف إن هي دور كبير كوالدتك برضو يا زياد انت ومصطفى بشكورها طبعا هي زي أمي التانية على طول بتنصحني وبتكلمني وبتعمل لنا أكل عالمي فأنا بحب الحمام والمساقع يعني حاجة ما تتوصفش فبحب بشكورها طبعا كابتن وليد سليمان إن يقول زياد طاري واحد من اللاهبة اللي تبقى خلفت في الملاعب وانت خير شاف إن وليد سليمان خلاص أعلن اعتزاله مسؤولية كبيرة جدا إن اسمك أقترم باسم وليد سليمان طبعا ده شرف لي أن كابتن وليد يقول حاجة زي كده يعني حاجة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة وأتمنى أن أنا أقدر حق نص اللي كابتن وليد سليمان عمله يعني كلمة أخيرة الجمهوري النادي قالي تقول لهم يا زياد أشكره مع الدعم طبعا وأتمنى الدعم ده يبقى دايما موجود يعني أشكرك يا زياد بالتوفيف اللي جابي حبيب قلب يا روح حبيب كابتن أيمان ده كان لخانا مع زياد طارق واحد بالمواب للنادي الآلي طبعا مبروك للنادي الآلي ومبروك للزياد على الهدف النهاردة فوز مستحق فوز كبير للنادي الآلي بيستعيد بصدارة الجدول الدوري من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمان شاوي شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح فعلا زياد طارق أحد مكاسب الفترة اللي فاتت وشفنا لما أخذ كاسر ربطة فعلا أثبت جدارة والنهاردة في الفترة البسيطة زي ما قالوا الكابتن قدر أنه يجتهد وتحرك كويس جدا وعنده قرار وعنده شخصية ومن اللعبة إن شاء الله حتؤثر بإذن الله رب العالمين في فريق النادي الآلي الفترة القادمة